الأسبوع الماضي والتي تم خلالها بحث عدد من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط والوفد المرافق وذلك لبحث المرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج بين مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة الإيطالية حيث أكدت اللجنة على أهمية تشجيع الاستكشافات النفطية ودعم قطاعي النفط والغاز في مملكة البحرين باعتبارهما المورد الأساسي الذي يعتمد عليه في تمويل الميزانية العامة للدولة يأتي ذلك فيما بحثت لجنة الخدمات مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة والعشرين من قانون تنظيم سوق العمل والذي يهدف لتحميل العامل المخالف تكاليف سفره حيث تابعت اللجنة النظر في الملاحظات التي أبداها الأعضاء والردود التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في جلسة مقبلة كما بحثت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة عشر من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان كما استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية لتقديم مرئياتها حول ما تضمنه مشروع القانون أما لجنة المرافق العامة والبيئة فناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني واستمعت إلى رأي الدكتور محمد بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة حول المشروع الذي يهدف إلى تحديد التخطيط العام للمدن والقرى والاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ويعطي التعديل الناخبين البحرينيين المتواجدين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البلدية أسوة بحقهم في التصويت في الانتخابات النيابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة